اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتاد الاهلي قفل اللعبة في كل حاجة محليا بالذات طبعا السنة دي والحقيقة منافسة شرسة ما بين الاهلي والاتحاد على دوري السوبر المصري انتهى بفوز الاهلي في المباراة الفاصلة رغم الاتحاد تفوق في المباراة الرابعة بتفوق كبير بفرق سكور والناس كتير ممكن تخيلت ان شكل المباراة الفاصلة يتبقى مختلفة ولكن الواضح ان كان في حالة استنفار وحالة استفزاز كبيرة جدا لدى لعيب الاهلي خرجوا كل حاجة عندهم في المباراة الفاصلة عشان يكونوا ابطال مصر وبالحديث عن ابطال مصر بيسعدني وبيشرفني ان انا يكون معايا نجوم النادي الاهلي الكابتن عمر الجندي والكابتن عمر طارق كابتن عمر مساء خير الله يبارك فيك وشكرا على المواد المبروك مش من قلب ياوى يعني بس تستحقوها ليه باين علي نص نص لا والله تستحقوا فعلا انتوا تسند كنتوا احسن فرقة كابتن عمر مساء خير والألف مبروك مساء النور يا كابتن ميد الله يبارك فيك انا بابش بقى بوسط صحابي وحيس انها طويل بس ما قابلت عمر يعني ما شاء الله يعني ما شاء الله عليه اتنين متر سبعتاشر يعني ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه دول يعطول اللعيبة بتقول الان الان به عمر عايز اسألك الاول هل بالنسبة لك الموسم السنة دي مفاجأة خاصة ان السنة اللي فاتت انا عارف ان انتوا الاتنين تعرضتوا لانتقاط كبير انتقاط كبير من جمهور الاهلي وكان يعني كان فيه يعني يعني قصوة في وقت امرأات احنا لما اتنقلنا من الجزيرة والرقم كان كبير واو مرة يحصل في البسكت ان انتقل بالرقم ده يتنقل الصفقة في البسكت تقريبا انا نروح للنادي الاهلي فكانت طموحات الناس كبيرة وكمان بتدينا موسم كويس وكسبنا بتوط المرتبط فكانت طموحات كبيرة ان احنا نكسب الدوري والكاس ونكمل يعني نعمل الموسم ده السنة اللي فاتت بعد ما طبعا خسرنا الدوري والكاس وكمانت لقى انا في السمي فاينل الدوري مش حتى موصلمش فاينل محترف بتاعنا حتى تصاب قبل السمي فاينل بيومين جاله قطع في العضلة الضمه وغاب ست شهور اصلا يعني مش هولي لعب معنا السنة بعدها دخلنا السمي فاينل مغير محترف اصلا خسرنا الدوري فطبعا الجماهير كانت متدقة جدا من الفريق كله ويمكن انا عمر كانت حطينا علينا امل ان احنا الموهم الموسمين اللي فاتت خسروا برضو ما كانوش قدروا يكسبوا بطولات والفرقة كانت بتاعيت تشكيلها من جديد السنة اللي قبلنا كانوا جابوا ايهاب امين وكذا العيب جامد من سبورتنج من سبورتنج وهم جابوا وبعدين السنة وبعدين انا وعمر ومهيب مهيب من سبورتنج كانوا مستنين بقى ان هو يعني اللي نكسب على طول بس هو في البسكت الموضوع انك تجمع فرقة دي الموضوع مش تكسب على طول برضو بتبقى معفوة فيه كيمستري لازم تتبني لازم الفرقة تلعب مع بعضها احنا وصلنا قبل عمر انا اتمرنت تمرينة واحدة وبدأت دوري مرتبط تقريبا محضرش فرقة قادمة عن الناد الاهل الصفقة خلصت قبل ما التسجيل بيقفل بأيام ادي برضا حاجة بتفرق مع دناشتنا جهز لبطولة للموسم كويس نلعب بعدد متشاط كبير والموسم انتهى يعني النهاية كمان مأساوي يعني بس فبدأت الموسم مع التعاقد مع كوتش اوجستي ده يعني رفع طنقات تاني ان هو راجل مدرب كبير وقدر يكسب الدوري وافروكيا مع الزمالك وجايلنا فرجع التاني الجمهور ايه يدعم تاني ويد يعني ثقة تاني للفريق والحمدول اللي بقى الموارد بفترة اعداد كويسة ومشاركة كفتولها عربية بنكسافة ودخلنا بقى الحمدول اللي قدرنا نحصل كل فطوة المحلقية عمر قولي بصراحة في الوقت اللي كان فيه هجوم شديد من الجمهور خاصة عليكم بعد ما يعني عمر بيقول المبلغ الكبير اللي انتوا جيتوا به هل حسيت للاحظة ان انت عملت غلطة ان انت اتنقلت للاهلي ولكن عندك ثقة ان انت مع الوقت هتقدروا ان انتوا تباونز باك وان انتوا تقدروا ترجعوا تاني وتعملوا موسم كبير لا طبعا خلص يعني احنا يعرفين إن الهدفة ده هيبقى علينا يعني وإحنا يعني أنا أنا شخصياً كنت حابب الخطوة دي يعني إن أنا أخد التجربة إن أنا يعني كان طول عمري نفسي ألعب في النادي الأهلي وألعب في نادي جماهيري ويبقى وراج ومهور وكده ليها طبعاً يعني حاجات إيجابية وليها حاجات سلبية طبعاً في المكسب كله بيشيلك فوق دماغه كل الناس بتبقى شايلك فوق رأسهم وفي الخسارة بتبقى أوحاش العيب في العالم والله بص أنا بقول إن اللعب لنادي جماهيري مفوش أي حاجة سلبية لأن حتى على فكرة اللي بيقومك يوقفك تاني هو الانتقاط اللي أنت بتتلقى وإنت واقش ومفيش متعة أكبر من اللعب لنادي جماهيري عمر أسألك هل اللعب في دور الجماعات الأمريكي يعني زودك طورك بالذات أنت قلت في يوستن ورايس كنت في رايس وبعد كده روحت يوستن كاليفورنيا في لوس انجلس طبعاً لا دي طبعاً كانت خطوة يعني فرقت معي جداً في الكارير بتاعي يعني وفي مستويه وفي الاكسبوجر اللي أنا شفته لطبعاً أعلى مستوى أعلى مستوى أعلى لفل بسكت في العالم يعني اللي هو الانسي دابل اي دوري الجماعات في أمريكا دا اللي يعتبر تحت الانبي اي على طول يعني هناك ولقوا فريق رايس دا أنا اللي عرفوا يعني يعني بتابع شوية من الفرق الجامدة في دور الجماعات رايس جابدين ويو اس سي كمان أيان أنا روحت رايس أول سنتين وبعد كده روحت يو اس سي دول دي جامعة من الطب يعني في أمريكا وفي كونفرنس يعني اللي بيلعبوا فيه كونفرنس جامد جداً بيلعب فيه كل الجماعات يعني اللي هم بيوصلوا بقى في المراحل الأخيرة في الانسي دابل اي تورنمنت فطبعاً يعني حاجة فرقت معي جداً وساعدتني إن هناك طبعاً اللعبة مختلفة تماماً يعني عن مصر أسرع أسرع وأكوى وأكسام تانية وسرعة تانية فلما تنزل هنا بتحسس أن أنت الأمور أسهل طبعاً يعني لما رجعت ساعدتني كتير طبعاً وفرقت في مستوي يعني وساعدتني إن أنا بقى يعني تستاندوت يعني هنا في مصر يعني الحمد لله يعني